روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتاليت شوركين جدد دعم بلاده لمبدأ عدم تدخل الخارجي في شؤون سوريا وضرورة التركيز على ايجاد حل سياسي للازمة فيها واكدت شوركين في مقابلة صحفية ان تزويد سوريا بمنظومة صواريخ اس 300 روسية سيساعد في ردع تدخل العسكري الخارجي فيها واضف ان روسيا تزود سوريا بالاسلحة وفق عقود معروفة تم التوقيع عليها قبل بداية الازمة بينما تقوم اطراف اخرى بتزويد العصابات المسلحة باسلحة تساعد في زيادة اعمال العنف اما الاسلحة التي ترسلها روسيا الى سوريا فهي لتعزيز الاستقرار الاقليمي من منطلق كون سوريا دولة مهمة في اقليم الشرق الاوسط وبينت شوركين ان صواريخ اس 300 تستخدم في اسقاط الطائرات ولا تستخدم على الصعيد الداخلي اشتركوا في القناة